أصيب حوالي 25 أسيراً فلسطينياً خلال الاعتداء على الأسرة في سجن النقب كما أصيب سجانان من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجروح جراء تعرضهما للطعن من قبل أسرة داخل قسم أربعة في المعتقل الصحراوي وقالت وسائل إعلام عبرية أن أسرة طعنوا سجانين اثنين في سجن النقب وأن إصابة أحدهما حرجة إذ تعرض للطعن في الرقبة فيما جرى نقل خمسة أسرة إلى مستشفى سوروكا للعلاج وأفدت مصادر لوكالة معن الفلسطينية بأن قوات القمع اقتحمت سجن النقب وانهالت بالضرب على الأسرة وقالت مصلحة السجون أن الوضع في السجن تحت السيطرة